كل شيء ها؟ ما تخافش على روحك تقول كلام هكا؟ عليه ينسل فيك تخاف ولا ما تخافش؟ عليه انتي تعرفني خاف قبل؟ لا ما نعرفكش تخاف أما الكلام تقول فيها يودي علش بسنخاف يودي يودي لساني قسو كالربي يودي ريضرك يودي يا علي يا علي يا علي انتي تخاف من السياسة وهربت تخاف من الرهام وتسكت وما تتكلمش قدير لا اذيكا مرتي السياسة ومش مرت تخاف نو تحب أما مرت لي؟ خليني روح للدار منتا بعكس انا منتا بعكس انا متمرد انا متمرد خواف ما انت تقول انا انا لي اخوي ما تخافش بوزيني ما تخاف من حتى احد جيتك تهديداتي وتجي وما يمتيش ورد بيلك لا لا شوف عندك حماية شخصية او لا؟ نعم اه بجدك تحكي هاي ولا سيقة ولا سيقة تحكي هاي ما تكون عملها انت هاي وحدك 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 خايف ماذا؟ اسئل الجمهور كلهم تحميوا البوزيدي او لا؟ تحميوا البوزيدي او لا؟ لا لا ما اي تحميوا البوزيدي او لا؟ واحدة قال ثق شوفت هنا في الشارع التونسي في الشارع التونسي اي في القهوة في الكييس نيس معاك نيس معاك أنا نعرف شوف عندي اكبر حاجة تحميني هي رضاية الوالدين هذيك بدون بنقاش وربي سبحانه وتعالى كنبدأ في الحق مخاط من حد بي صحيح ولا غالط قلت انه فما كناتري هكا عنده طموحات سياسية حبي يعطيك فلوس وتلمع له صورته صار هذا ولا؟ شوف انا الكناطرية ساعة نحبك تسأني الكناطرية نطع لقدو ولا الكناطرية نطع لبرات ولا الكناطرية نطع لعدد البري شوف نحكي عالكناطرية بصفاعة لا موازن نفرق ما تدخنيش يخويا في البد اللي عوش الدباب بيرك يععليه موكي يبدس وقيل يمسح في الحمس يزيوب عليه بسيني ديريك شوف احنا عنك نطرية كبار ليسوا على الحدود وإنما في الإدارات وهنبح ذيك اينيه ولي قتلك عش الدبابير اللي قعدوا معهم الإعلامية مريقل اللي يخدموا بالتاني بوريت مقابل المليارات علش يتورتوا الإعلاميين في هذا من أجل مصلحة علش نسأل فيك ما يحسين جابك جاب جاب جابني أنتي صلكي نسأل فيك صلكي نسأل فيك صلكي نحن قال على شكرا نسأل فيك مه thatís طمع طمع وقتعنا الرقبة طمعه وقطعنا الرقبة هاي سيهلاً أم لاي؟ صراء بعض الإعلاميين مشبوه فيه؟ بالطبيعة عندك معطيات؟ نعم تجيك تسريبات أبو زيدي؟ لماذا تجيك تسريبات؟ أخي لا نعيش مع بعضنا تجيك تسريبات؟ يا علي يا علي لماذا نعيش مع بعضنا؟ تجيك تسريبات أم لا؟ يا علي جاوبني على السؤال نعيش مع بعضنا؟ يا علي كي نمشي للاك دو ونقام حلقين مع إكس ويجريك شير على قليبي لك يجيك تسريبو في قاوة يحكيه على الصداقة يحكيه على الطبيعة يقعد يدافع عليها شهر كامل في الراديو متاعه وفي التيلين متاعه زعم عليش قريتك قديش من مرة أبو زيدي في مظاهرات ووقفات احتجاجية اي انتي يا علي المفروض تكون محايت علي المنطقة هذا لي مدرسناه في صحاف في معادي صحافة أنا ليس محايت على الإعلامي أن يكون محايت معا وطني لست محايت انتي اليوم تناصر سيد الرئيس قي سعيد نعم وأنت إعلامي وأفتخر وأنت إعلام وأفتخر علش جاوبني علش لا حد جاوبك مسألش خلينا نسألك انتي جاوبني علش هوم يموتوا على سيد الشيخ ويموتوا على متاع باريس ويموتوا على كل هب ودب المهمة ويموتوا عليه ملفات فساد وحكايات ويموتوا على كل هب ودب الكمية المولة متاع رجال الأعمال الفاسدين اليوم يمصوا في الشعب ما همش نقول حتى نتفقوا أنا قلت الكمية الهائلة ما قلتش الكل ما شو الكل ما نعمه شوف الناس اللي تبيع في البيريميه باي اللي تبيع في السموم حشيك الناس اللي تبيع في السموم حشيك الناس اللي تمص فاكل يخرص في ثلاثمائة ألف باش هوم يعملون ميارات زوين ها زوين الناس اللي اللي يحتكروا في المواد الاستهلاكية ها ويضربوا فيها يخليوا السعر بتاع فقط والله يا يا بو زيدي المرة اللي فاتت كيلو سكر هاني جيك شادد عليه الصف هاني جيك ساعة في مونو برينش يا علي يحكي لي سكر سكر راه يا علي راه سكر يا علي روز ولدي باش نوكله أنا واحدة روز ما فماش يا علي وعليش انت الحكايات اللي تحكي فيه متوى هم موجودين عند الناس معينة هل رأيت انت يا علي شابي الميسورين والعباد اللي نحكيه عليهم واحد فيهم شاد الصف مع الشعب